بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله يريد أن أأتي إلى مصر استقابة للدعوة الكريمة من فخمتك الرئيس عبد الفتاح السيسي أود أن أشكر جمهورية حكومة مصر العربية وشعبها على الاستقبال الحار وكذلك كرم الضياف المقدم لي ووفدي في هذا البلد الشقيق وصديق بالنسبة للصومال فإن مصر حليف تاريخي وبلد شقيق وصديق ومساند لنا حيث نعمل على إقامة علاقات تتسم بالازدهار وتستند إلى الاحترام المتبادل بين البلدين فخامة الرئيس في مناقشتنا الآن من الواضح أن حكومتين قد تجد أنه من المفيد أن تعمل عن كثب من أجل الدفع قدما بالروابط الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية بين بلدين الشققين فهذا لمصلحة الشعبين ويقدم كذلك تمأنا ويبدي كذلك التضامن في هذا الوقت الحرق والرؤية غير اليقنية وحالة عدم اليقين على المستوى العالمي ونعمل معا في مواجهة حالة عدم اليقين والصدمات الخارجية التي نواجهها اليوم أود أن أشكرك سيدة الرئيس على الدعم المستدام والذي لا يليم في مواجهة مذكرة التفاهم غير القانونية التي تنتهك سيادة الأراضي وسلامة الأراضي الصومالية وهذا الموقف لمصر يبدي انتزاما قويا لمساندة مصر لدولة الصومال وشعبها في الأوقات العظيمة وكذلك تكفل أن القواعد القانون الدولي تتمسك فيها أحد نتائج اجتماع اليوم والتي نشعر بالفقر إزائها هي اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة بين مصر والصومال والتي وقعت أمامنا اليوم هذه المعهد التاريخية هي شاهد على الدفاع المشترك في مواجهة الإرهاب الدولي والذي نكافح في وطننا وفي الخارج كما أنه كذلك ورقة عمل لتبادل المعلومات والخبرات سعيا نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي والوطني سيدي الرئيس أنني على ثقة أنهم بالقدرات العسكرية المشتركة للجيش المصري وكذلك الشجع والعزم فأننا سنعمل وسننجح على تأمين الصومال ومن كل المخاطر التي تهدد شعبنا والعالم أجمع اليوم في الختام سيدي الرئيس أنه لا شرف لأن أتقابل معكم مرة أخرى وأتطلع إلى كذلك أن نعمل على دفع قدما بلتائج مناقشتنا اليوم في المستقبل القريب الصومال كانت ولا تزال حليفا وصديقا وشقيقا للحكومة المصرية والشعب المصري التقدم الذي أوضحته الآن سيدي الرئيس فإن الصومال كانت سارمة في السنوات الماضية نتيجة للدعم الذي حصلت عليه من العديد من البلدان الصديقة والشقيقة ومصر كانت واحدة منهما التي ساعدت الصومال على أن تقف هذا الموظف على الساحة الدولية ونشعر بالامتنان لهذا وسنظل ممتنين لهذا الموقف في المستقبل أننا نتطلع إلى مستقبل المشرك لشعبينا في السنوات القادمة شكرا سيدي الرئيس